الشلة عشان باللغة اللي عادية إن أنا لازم أبقى جزء من شلة عشان دول بيدوني إحساس بالأمان بالباور بقى وطبعاً والقوة ولو حصل أي مشكلة في ناس في داخلي وفي نفس الوقت هناك حافظ آخر هو التفرد إن أنا أبقى مميز عن الآخرين فأنا عاوز أبقى في الشلة ومميز عن الآخرين طبعاً أعملها إزاي؟ طبعاً مشكلة كبيرة للمراهق تبتدي بقى تفتكس افتكاسات ولا تعمل شعرها مش عارفة لونه عشان لو ما عنديه ثقة بالنفس النتيجة للأسباب الكثيرة اللي إحنا ذكرناها والشلة قالتلي عشان تدخلي معانا الشلة وعشان تدخل معانا الشلة لازم تعمل واحد اتنين تلاتة وأنا عشان ما عنديه ثقة بالنفسي ومحتاج جداً أكون جزء من هذه الشلة أنا ما عنديهش مانع إن أنا إيه؟ أمشي وراهم حتى لو ده يوديني فتاهم طب هي موضوع الثقة بالنفس ده دكتور مهم جداً وأنا بدأت لحظه كتير في موضوع في العيال اللي هم لسه مراقين ودلوقتي عايزة أبقى شخص ناضج أو شخص كبير أنا في الفترة اللي بين الاثنين فساعات ردود أفعالي طفولية فالكبار شايفيني عيل وساعات ردود أفعالي كبيرة فالعيال شايفيني إن أنا كبرت عليهم فاينفعش فأنا بقيت في المنطقة اللي هو إيه؟ الرمضية لأنا كبير ولأنا صغير فهل يا ترى الناس بتديني إحساس إن أنا حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ اللي الناس اللي حواليه بصبت وأهمهم الأهل والأقران الأقران هم الأصحاب يعني معبوصة دكتر ما احنا بنستفز برضو يعني هيبقى فيه تصرفات من السن المراهقة ده بالذات مستفزة إنت بقى كأب وكأم بتقف عاجز اللي هو لا أنا مش قابل ده أنا مش قابل ده ولكن أنا قابلك إنت ودي النقطة اللي إحنا بننصح بيها الأهل دايما لو ابني أو بنتي المراهقة استفزوني لأقصى درجة أنا ما قلهمش إنت وحش أنا أقول له إنت عملت حاجة غلط أنت أخطأت في ذلك هيفهمه ده يبقوا فاهمين ده مستوافين باللغة سهلة أوي زي ما حاكت لو عملت حاجة غلط دلوقتي وما نقل له حاكت إيه خسارة حد كويس زي حضرتك يعمل غلطة هابلة زي دي أو يعمل غلطة سيئة زي دي أنت خسارة دايما كلامنا هو إيه استخسر نفسك أنت حاجة حلوة وأنا مش عايزك تبقى وحش بس عملت حاجة غلط مش كاله لا فاخسارة حد حلوة يعمل حاجة غلط هذا المفهوم لو وصل منذ الطفولة واستمر في المراهقة هو أكتر حاجة بتخصن المراهقة أو المراهقة من التأثيرات السلبية اللي حواليها أنا لو حبيت نفسي وعندي ثقة بنفسي هستخسر أعمل حاجة تضر نفسي لا هتجه إلى الانحرافات ولا هتجه إلى المخدرات ولا هتجه إلى أي شيء يضرني لأن أنا شايف نفسي حاجة إيه خلوة خسارة اسمها إيه بستخسر نفسي ده بقى يوصل لهم إزاي؟ ده طبعا محتاج مجهود كبير جدا 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 من الأهل ومش بس الأهل الحقيقة والمدرسة والجامعة والإعلام والناس المحيطين بيا والمدرب في النادي والراجل اللي في مركز الشباب يعني كل الناس دي لازم توصل للمراهقة أو المراهقة أنت حاجة حلوة خسارة تروح في دحية